غياب البنية التحتية المتكاملة وعدم استعداد السلطات في البلاد لمثل هذه الحالات شلت الحركة في أغلب المناطق والمدن الليبية نتيجة موجة البرد التي ضربت البلاد أمطار قوية مصحوبة بالثلوج في بعض المناطق تسببت في إغلاق الشوارع وغرق بعضها خبراء الأرصاد في تقرير لهم أعلنوا أن ليبيا ستمر بتقس بارد في مناطق الشمار الغربي وتساقط الأمطار وثلوج على مناطق الجبل الغربي كما تشهد مناطق الخليج والشمال الشرقي هطولة للأمطار وخاصة على مناطق الشمال الشرقي التي من المتوقع أن تكون غزيرة بعض البلديات أعلنت إيقاف الدراسة في مناطقها بسبب غزارة الأمطار وخوفا على الطلبات من ذلك في طرابلس أغلقت طريق السريع وغرقت بعض المركبات نتيجة ارتفاع منسوب المياه الذي سبب ازدحاما شديدا في العاصمة وإلى منطقة عرادة التي تعتبر من أكثر الأماكن تضررا خلال سقوط الأمطار بسبب سوء البنية التحتية وضعف خدمات الصرف الصحي مما اضطر الأهالي إلى تغييب أبنائهم عن الدراسة بسبب إغلاق الشوارع من جهتها أعلنت بلدية غريان تعليق الدراسة بالجامعة وكافة المدارس بسبب موجة البرد الشديدة التي تعصف بمنطقة الجبل الغربي كما أعلنت بلدية شحات وجنابيا تعليق الدراسة بهما بسبب سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة مما تسبب في إقفال الطرقات وعرقلة حركة السير كما حذرت بعض البلدية الأخرى من استعمال الطرق الساحلية والوعرة بسبب سرعة الرياح القوية والأمطار وتساقط بعض الثلوج في آخرها يظل المواطن في ليبيا هو المتضرر الرئيسي بسبب هذه الموجة وعدم استعداد الجهات المسؤولة لذلك فإغلاق الشوارع وطفح المياه والرياح القوية كلها عوامل تنذر بحدوث كوارث قد لا يستطيع المواطن على مجابهتها اشتركوا في القناة